كما وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ عدد من القرارات لدعم وتمكين المرأة المصرية من بينها سرعة اتخاذ مجلس النواب الإجراءات اللازمة لإصدار قانون منع زواج الأطفال كما طالب الرئيس السيسي وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل الموصلات العامة والسكمال لمسير الدعم وتمكين المرأة المصرية وجه الحكومة بما يلي قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال أنا أتكلم عن الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج والنص صراحة على السن القانوني للزواج قيام مزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل الموصلات العامة لإحكام سلامة وأمن المرأة في وسائل الموصلات والعامة كافة قيام البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القوم للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض انتاجية وبرامج تطقيف مالي قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظهرة الغارمات ودراسة الإجراءات المطلوبة اتخاذها للمساهمة في الحد منها بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات بالتنصيق مع الجهات المعنية تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراجز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحدانة واعتماد نظام لضمان جودتها